سروية عمّة دخلينها بكل همّة دخلين بندوّر علمك مقوّهناكل الكتب بالزمّة انشط مزاكر استحمل ضمطة راجل احضر دروسك وعه اسمعك بتقول مش قادر وتبدأ الحكاية هي دي البداية تنزل من فجرة لفع الدروس طول اليوم تركع مبهد اليدوبك تاكل وتروح في النوم تسعى من نومك المفروض تقتل نفسك مزاكرة عشان تاني يوم هتعيد الدائرة تاني وتقول للأي حد حطي نفسك مكاني هيقول لك يا ابني ده النفسك مش لحد حطيناك وطريه مقفل واخره حيتسد ويعدي شهر التاني التالت وانت كويس جداً ودروسك ومتعناتك كلها استدت تتقل والحمل زيد وانت تشدق اكتر وتقولها عندي حلم وليه انا لازم اوصل ويعدي كمان شهر اثنين تلاتة الوقت مفيش بركة وكل شهر بيعدي حلمك بيقل لدرجة والنفسية للأسف صفر في المية وبتوصل للدرجة انك تستغنى عن حلمك وتقولها نفسي تخلصي ده الجامعة الحملة منك بس يصدقني الجامعة مش راحة ولا حاجة متسبش علمك تبت فيه بكل جهدك اصلي يا مقابلك ده حلمهم ورجعوا قالوا يا ريتنا إلجأ لربك دي احلمنا يا ابنة ابنة ابدأ دلوقتي ما تقولش الاطرفاتني كتر التفكير في مبارح مش هيغير حاجة صدقني مشكلة السانة دي عمرها ما كانت في المذاكرة مشكلتها هي في النفسية وانت قلبك يا ابني بين ايديين ربك إلجأ له دايما مدعيه وتقول يا رب ربك راحني وجيب كريم ما بيرفدش الطلب ومهما كانت النتيجة اوعي ابني تزعل دي مجرد خطب طريق حياتك لجل ما يبقى اسهل